هل يعيد حزب الحرية نمساوي ترتيب أوراقه في انتخابات فيينا 20-25 طبعا الانتخابات في فيينا يمكن لها تقريبا مرتين أو ثلاثة في أكتوبر نعم السنة المقبلة بـ 2025 بأكتوبر بـ 10 إلى 15 أكتوبر هتكون الانتخابات في فيينا طبعا كان الأحداث الأخيرة اللي هو جان منها حزب الحرية الألم مع أحداث هانز كريستان الشتراخة اللي كان رئيس الحزب وموضوع الفضائح اللي كانت موجودة اللي خلى الحزب ينزل للدرجة أقل يمكن هو طلع الرابع وحصل على 7% نعم الحزب الحرية بيعيد ترتيب أوراقه عشان بعد برضو تحقيقه في الولايات فران البرج نعم هذه النسبة العالية نعم يطمع أن يكون له يد عليا في الانتخابات صراحة خاصة بالبرلمان فيينا أنا أرى أن فيينا مهددة في أن يصل إليها اليمين أو أن يكون نسبة قوية جدا داخل برلمان فيينا المحلي بالقادم طبعا خاصة في حال كان هناك نقمة نقمة من الناخب من حزب الأوفوبي حزب الشعب ناقم من كل الأحزاب على أنه لم يعطى لم يعطى حزب الحرية حقه في تكليف في تشكيل الحكومة الجديدة فبالتالي من الممكن جدا أن نرى مفاجآت بصراحة وهذا شيء يدعو إلى خطر كبير يعني الانتخابات السابقة في فيينا تقريبا حصل الاس بي او على تقريبا ستة وثلاثين إلى ثمانة وثلاثين في المية تقريبا وده اللي خلاه يعمل تحالف مع حزب النيوز مع حزب النيوز نعم يعني هو حتى الحكومة السابقة كان فيه اتلاف مع حزب الخضر فبالتالي في حال يعني إذا يعني ما فينا نقول أنه الاس بي او لن يكون الأول هو سيكون الأول ولكن سيتراجع أنا أعتقد ستكون نسبته يعني ما بين السلاثين إلى الخمسة والثلاثين في أفضل الحالات ولكن لن تكون تحت السلاثين بالمئة في الحزب الاس بي او نعم والاف بي او حتما حتما سيحصل إلى ما يصل أكثر من عشرين بالمئة عشرين بالمئة بس هو هيبقى الحزب الثاني اللي موجود ممكن جدا ممكن جدا طبعا لأنه سيستفيد من الصخط والنقمة على حزب الشعب وسيأخذ الأصوات منه والحركة الحركة الداخلية ما بين النيوز والأخضر يعني هذه الحركة المتداخلة في بعضها البعض سيذهب البعض إلى الخضر باعتبار أن الخضر أيضا سيظلمونه أو لن يكونوا في الحكومة المقبلة يعني سنشهد 2020 كان حزب الحرية 30.7% خسر 23.7% انهار انهيار شاهدة انهيار نعم وطبعا برضو كريستين اشتراخ برضو عمل تشتيت الأصوات الحزب الاشتراكي حصل على 41.6% نعم نعم جميل نعم مذكور في مثل الخبر نعم طيب يعني انت شايف اني عادة ترتيب الأوراق ممكن تعود بالفيدة على حزب الحرية في الانتخابات القادمة أكيد يعني اشوف سيدي الكريم إن لم يكن هناك مفاجآت جديدة خلال السنة المقبلة من الممكن جدا أن نشهد يعني فعليا تغير في تشكيلة حكومة فيينا المقبلة وأعتقد هذا يتطلب جهد مطاعف من حزب الاس بي او الحزب الاشتراكي لأن يحافظ على ناخبيه وأن يستقطب ناخبين جتد 運غيه و تخييره و تخييره و تخيم funciona نعم هفط محتاجه و تخيف؟ و تخدمتي لي كتابت skal مختلفة